موسيقى مساء الخير برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج لأنك يقوم من الضروري كأمهات فهم طبيعة المرحلة اللي بيمر فيها طفلنا من حيث مظاهر النمو المختلفة لكل مرحلة كالنمو الفيزيولوجي والجسدي النمو الحسي والإدراكي وكل شي بيحتاجه طفلنا بهي المرحلة وكمان أكيد التسنينه وأعراضه اللي هاي هل هي ضرر أم ضرورة؟ هذا كله حتشوفه بحلقتنا لليوم بس مثل العادة بالبداية بدنا نرحب برولا كيفك رولا؟ نيحا أخبارك تمام يعني فعلا هي مرحلة جدا مهمة للإمهات وللأطفال قدي فيها تطورات قدي حنشوف نحن تطور بالبيبي يعني منلاقي يبلش عن جد البيبي يتحرك إن كان بيديه بيقدر يقلب على بطنه على ظهره حركات مختلفة حتى يمكن بيبلش بقى بيعمل حركات إن كان بيوشه أو بإيديه بيقدر بيوصل لشي هو يمكن بده أو عم بيحاول يوصل كتير تطورات بس بالبداية بنا نحكي عن التطور لدماغ اللي هو أهم تطور عند الطفل سح واللي هو تطور لدماغ بيبدأ من عمر السبع أشهر بالبطن يعني لما تكون الأم حامل ووصلت لشهر السابع بيبدأ هون التطور لدماغ أو التطور الذهني والعقلي زي ما بنسمي وبيبلش هون يحتاج الطفل زيوت أكتر من غذاء الأم فبيصير إذا الأم ما عم تتغذى منيح بالزيوت اللي هي مهمة للدماغ مثل مثلا زيت السمك زيت الزتون والزيوت النباتية مهمة كتير لنمو الدماغ إذا ما كان عم بيلاقيها بيصير الطفل يسحب زيوت من عقل الأم وعشان هيك بنسمع أن الحوامل دائما بيحسوا حالهم بنسوا كتير ماش كتير مركزين لأن الطفل بالشهر السابع وفوق بيصير يسحب هاي الزيوت إذا ما كان عم بيلاقيها من الغذاء تبع كل يوم فعشان هيك هلأ منظمة الصحة العالمية صرت عم تنصح أنه الحوامل من الشهر السابع يأخذوا حبوب الأوميغا ثري اللي هي حبوب زيت السمك واللي بتساعد بالتطور الذهني عند الجسم الجنين وبتساعد كمان الأم أنها تأخذ زيوت إذا ما كانت عم تكلها بالأكل تبع كل يوم هلأ كمان منشوف كتير تطور ذهني وعقلي عند الطفل من عمر أول ما يخلق لعمر الثلاث أشهر واللي هون إحنا منشجع دائما عن الرضاعة الطبيعية لأن الرضاعة الطبيعية مهمة كتير لتزيد الذكاء أو الذكاء عند الأطفال فعادة منشوف أنه اللي عم بيخدوا حليب صناعي مستوى الآيكيو لفل عندهم اللي هو تطور الذكاء أوطى من اللي عم بيخدوا حليب طبيعي أو حليب الأم خلينا نسمي أنا كنت بمؤتمر للرضاعة الطبيعية ببرلين قبل أسبوعين تقريبا وعملوا دراسات مكثفة على أديش التطور العقلي أو الذهني عند الطفل اللي عم بيخد حليب الأم عم بفرق عن الطفل اللي عم بيخد حليب صناعي وفرجونا إياها بتجارب واضحة على حيوانات وكيف مثبته أنه كيف التطور فرق من حليب الأم للحليب صناعي إحنا عملنا حلقة قبل عن الرضاعة الطبيعية ومشكلها عشان نساعدكم تردعوا أكتر ومنشجع كمان أن الرضاعة الطبيعية ظلها ماشية بأول ست أشهر من حياة الطفل لأنه هي هاي المرحلة اللي كتير بتعطي ذكا عند الأطفال أو بتطور الذكاء وبتطور العقل والذهن هلا أكيد وطبعا هذه فوايد الرضاعة الطبيعية ما بتخلص كتير وما بتنعد بس بدنا نحكي أكتر عن خلينا نقول إذا بدنا نعرف نحن طفلنا ماذا الزكا طبعه هلا فيه فعلا فحوصات بتخلينا نعرف أديها الطفل الزكي أو فعلا بحاجة أنه يمكن نهتم فيه أكتر بهذا الشيء هلا عادة أول ست أسابيع واللي هي منسميها الأربعين ما بنشوف إشي كتير عند الطفل بس بيوكل وبرضع وبنام يعني هاي هي ما فيه إشياء أكتر بس بعد الست أسابيع بتبدأ الأم تشوف إشياء حركات تبدأ تشوف إنه بده عيني ركزه لأنه ما بيكون بيشوف قبل فأول إشي تطور النظري إذا بدك نسميه ما بيكون الطفل بيشوف ألوان بيشوف خيالات والخيالات هاي بتفرق معه أو بيشوفها أوضح إذا مثلا شاف لون غامئ جنب لون فاتح فمنلاحظ أنه الطفل بيجذب نظره الألوان الغامئة أكتر من الألوان الفاتحة لأنه بيشوفها أحسن بس عال ست أسابيع بيصير يشوف وعادة بيصير يشوف إذا الأم هيك حاملة طفلها بوضعية الرضاعة بيشوف لعند عينيها أو لعند وجهها آه مسافة أسيرة هاي هي المسافة اللي بيبدأ يشوفها عسة أسابيع بعدين بتصير تكبر المسافة وبصير يشوف أوضح ببطل يشوف خيالات بصير يشوف ألوان وأشكال طب هون شو السبب أنه البي بتلاقي بهيد المرحلة بيكون زعلان عم يبكي أو في شي مدايقه بغض النظر عن السبب بتلاقي هو بيشوف أمه أو حتى بيشم ريحتها وبطل بكي صح هو بيشم ريحتها بيحس فيها بيحس بدقة قلبها بس ما بيشوفها عن جد بعدين بيبدأ يميزها بعد ست أسابيع هلا كمان التطور كيف ممكن الأم تشوفه إنه مثلا إذا بتمسك له لعبة لونها غامق أو فيها ضو مثلا وبتحرركها من اليمين للشمال وبتشوف إذا هو عم بلحقها هذا ممكن يكون امتحان لنشوف إذا هو عنده تطور العنين عم بيمشي بسرعة كمان تطور السمع كتير مهم بهاي الأوقات إنه إذا هو مثلا كان عم بردع وفجأة سمع صوت وقام تمه عن الصدر مثلا أو الرضاعة وانتبه للصوت هاي كمان بتفرجينا إذا بيكون في عنا تطور للحواس اللي هي مثل السمع أنا كمان بنصح إنه نعمل فحص سمع للطفل يعني بتذكر لما ولدت بنتي الأولى بكندا أول ما خلقت إجوا عملوا لها فحص للسمع واللي هو كتير مهم نعمل وقت الولادة أو بعد بشوي لأنه طفل بأول ثلاث أشهر بيكون عم بيجمع كل الأصوات اللي عم بيشوفها واللي هي اللغة بمعنى آخر وإذا ما كان عم بيجمعها صح بأول ثلاث أشهر منلاقي إنه صار في عنا صعوبة بالنطق ومشاكل تأخر بالكلام فمهم كتير نعمل فحص السمع أول ما يخلق الطفل ونظلنا نرائب كل الأشياء بعدين طبعا نحنا كيف بدنا نطور هيد الحواس عند الطفل يعني نحنا هلأ حكينا إنه في حواس فعلا نحنا عم نشوفها يعني الام بتبدأ تشوف كيف طفلة مثل ما قلتي معها عم يمشي باللعبة أو عم يعمل حركات كتير بلش إن كان بإيدي أو بسمعه أو بنظره نحنا إذا بدنا نحفزها لهيد الحواس كيف بصير بالانتر أكشن يعني نضلنا نتفاعل مع الطفل يعني مثلا لأم بتكون بتردع تمسك إيده تحرك له إيده تشوف إذا مثلا بتحط أصبعها جوا إيده بسكر عليها فهي بصير في عنا تطور للمس تخلي يمسك قماشة يمسك إشي مثلا صلب إشي بارد سخن هيك بصير في عنا تطور لللمس وهي حاسم الحواس أما تطور سمع بدنا نحكي معه كتير وهون تطور السمع بيكون أحسن من تطور النظر عند الأطفال فكتير من ركز على الأغاني اللي الطفل بيسمعها الموسيقى الكلاسيكية هي من أهم الأشياء اللي لازم الطفل يسمعها بأول ثلاث أشهر بعد الولادة لأنها بتساعد بتطور السمع فمثلا إذا الأم بتكون عم بتردع أو قاعدة مع الطفل تحط موسيقى كلاسيكية بتساعد كتير طبعا ميشان نشوف إشي أكتر عن هذا الموضوع وعن تطورات الطفل رح نروح مع بعض نشوف هيدا التقرير ومنرجع تعتبر بنقبة الطفل وهو ينمو من التجارب الرائعة لدى الأمهات من أهم دلالات تطور الدماغ لدى الطفل عندما يبدأ بتحرك يديه وقدميه بشكل متساوي ويبتسم عفويا ويصدر أصوات ويبدأ بالاستجابة للأم يبدأ بالوقوف والتكلم تنضج لديه حاسة السمع والشم والتذوق ويبدأ في رؤية الأشياء والتعرف على الأشكال والألوان يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى أن يكون في بيئة تنشط حواسه على النحو المناسب وتعمل على تطوير مهاراته الحركية بشكل تدريجي طبعا شفنا مع بعض بهذا التقرير التطورات بشكل عام بس هلأ بنا نحكي عن التطور الحركي والجهاز العصبي للطفل طبعا نحن نعرف أنه ليس حصرا فقط بس مقتصر على تطور الدماغ بل هو ممكن يوصل إلى تبعيات من عن طريق البيئة المحيطة من عن طريق كتير إضافات تانية بنا نحكي أو نشرح لمشاهديننا أكتر عن تطور الحركي والمخ بنفس الوقت أنه شو أسباب أو شو الأشياء اللي فعلا بتساعد هلأ تطور المخ بأثر كتير على الجهاز العصبي عند الأطفال واللي منشوفه مش كتير عم بتطور بأول ثلاث أشهر فمثلا منشوف الطفل بعمل حركات لا إرادية كتير مثل مثلا فجأة إيدي بتحركوا هيك وبنقزوا أو فجأة منحس أنه الحنك السفلي عنده تيري رج هيك بهذه الطريقة وهذا عشان الجهاز العصبي لسه ما اكتمل نموه بيكتمل على الشهر الثالث عشهر الثالث تمام بيكتمل نموه وبصير ما منشوف هاي الحركات لا إرادية هلأ عشان إحنا نحاول نساعد بالتطور الصح للجهاز العصبي أنا من الناس اللي بحب الكوفلية بأول ثلاث تشهر والكوفلية اللي هي شرحنا بالحلقات القبل بتكون حرام صغير بيكون بيساعد إنه يخلي الأكتاف هيك مضبوبة جوا بس ما منعمله كتير ضيق على منطقة الحود عشان ما يعمل خلع بالولادة وهذا بيساعد كتير على التطور العصبي منبطل نشوف إن الطفل عم بتحرك كتير وحركاته بنأزه وبساعد بأول ثلاث تشهر يمكن بالمرحلة اللاحقة بعد ثلاث تشهر بيبقى في شيء اسمه حركات إنعكاسية اللي هي بتكون عبارة عن نحنا بنعرف طبعا كلنا أكيد إنه البيبي بيخلق عنده جهاز عصبي بدايي بعدين بيبدأ بيتطور هلأ بيبدأ بحركات إنعكاسية ممكن ردات فعل متل ما تفضلتي وقلتي هيدا بتطوراته إنه نحنا مثلا إذا بنقول البيئة المحيطة وأحيانا تحفيز إلو دور فعلا بيساعد لنطور هيدا الشيء هون كلهم بيجوا مع بعض هلا إذا بدك تطورات النطق والسمع والنظر اللي حكينا عنهم بيمشي كلهم مع بعض مثلا إذا الأم قاعدة عم بتردع الطفل وقامته بس هيك بدها تلعب معه شوي ممكن لما عم تطلع عليه بتعمله حركات بتومها مع أصوات بسرية لدها فهي كلها بتيجي مع بعض تطورات هك جماعية إذا بدك جماعي وخلينا نقول يمكن كمان نحنا وقتا منحسس البيبي إنه برافو أو حتى لو هو صغير يمكن في ناس بتلك بعضه صغير ممكن ما يوصلوا هيدا هيدا الرسالة خلينا نقول لا أم بلا بتحسي البيبي عن جد بيفهم وقتا أنت بتنبستي من ردة فعلك على أي حركة عملا فبتشجعي أكيد أكيد لازم صح لازم يكون في تفاعل مع الأم حتى في درسات أثبتت إنه إذا الأم قاعدة عم تقرأ مثلا كتاب هي والطفل جنبها تقرأ بصوت عالي حتى لو هو ما بده يفهم أو ما رح يفهم بس بصير فيه تفاعل بيسمع الصوت بيسمع اللغة هاي الأشياء كتير مهمة طبعا كتير فيه تطورات رولالة رح نحكي أكتر أكيد بس بعد هيدا البريك تكي ومن الرأي بعدنا مكفين بالتطورات اللي منشوفها على طفلنا ببداية حياته هلا حكينا شوي عن بعض التطورات الجسدية ويمكن الأشياء اللي نحنا منلاحظه تطورات خارجية خلينا نقول طوله ووزنه بدنا التفاصيل أكتر أكيد عن هذا الموضوع الوزن من أهم الأشياء اللي نطلع عليها والأم بتكون دايما كل شهر بتتعرف قدي ستار وزن البيبي طبعا وزن البيبي لازم يضله يزيد فعالشهر الثالث بيصير وزنه ضعف وزنه وقت الولادة يعني مثلا إذا ولد ثلاثة كيلو على الشهر الثالث بيكون وزنه ستة كيلو والوزن من الأشياء اللي بتتابع عن طبيب الأطفال كل ما نروح نزور طبيب الأطفال بيأخذ هو الوزن والطول وبتابعهم على هيك كورف معين عشان يعرف إذا عم بيزيد أو عم بنقص وين هو الطفل قديش لازم لازمه أكتر وجبات عشان نزيد وزنه وعالشهر التاسع بيصير وزنه ثلاثة أضعاف وزنه وقت الولادة فمثلا إذا ولد ثلاثة كيلو عشان التاسع بده يكون تقريبا تسعة كيلو تمام ثلاثة أضعاف هلأ كمان من أحد الأشياء اللي منشوفها غير أنه تطور الوزن والطول هلأ نحن بدنا نحكي على مقاصات الجسم يمكن نقول أكتر تلاقي الدكتور دايما بيركز على مقاصر رأس مع طول الجسم بشكل عام هيدا شو دلالاتة يعني هي على شو بتدل بحال كانت صحيحة أو إذا فيها شيء غلط هي بتدل على تطور سليم عند الطفل تطور بالوزن والطول كتير مهمة نضلنا نقيسها بأول ثلاثة شهر لأنها بتدل إذا الطفل عم بيأخذ حليب كفاية أو بحاجة لمساعدة أكتر أو نزد له الكميات لأنه عادة إذا أم أول مرة عم بتجيب طفل ما بتكون تعرف أديش الكميات وخصوصا إذا رضاعة طبيعية فما بترفي أديش عم بيأخذ إذا عم بيأخذ صح عم بيشبع عم ما عم بيشبع فهي هاي الدلالات بأول فترة خصوصا بأول ثلاثة شهر بدلنا إذا الطفل عم بيرضع صح حليب كفاية ولا بده مساعدة طبعا أكيد يعني عم نلاحظ دايما رولة المحور الأساسي هو الغيزة يعني وقتها بيكون الغيزة سليم عم بتكون أنه حياة طفلنا بشكل كامل هو سليم إن كان من الدماغ وتطور الزكا وكل هاي دي التفاصيل أو حتى يمكن لنموه الخارجي وجسمه بس السؤال هون هلأ الولادة المبكرة أنه الولادة المبكرة ممكن تأثر على كل أنواع خليني قليك ما بدي أعمل حصر لأي نوع من أنواع التطورات لا خليني نقول كل أنواع التطورات اللي بي نشوفها مع الطفل مظبوط الولادة المبكرة ممكن نشوف فيها بطء خفيف بالتطورات بأول ثلاثة شهر بس ما منعد عمر الطفل من وقت ويلاته اللي كان متوقع أبل خلص مثلا ولد بوقت معين حتى لو دخل على الـ ICU تبع الأطفال منعده من وقت ما ولد يعني منقول ولد مثلا اليوم 20 شهر 20 شهر بعده صار عمره شهر ما منعد من بعد منتوقع نشوف بطء خفيف بس برجع يعني بيزبط حاله بأول سنة أنا ممكن خلاص منقلع يعني خلاص آه هلأ الأمة هات فيه يمكن نصايح خاصة للأمة لتكون هي قادرة تطور هيدا النمو عند الطفل شو هي أهم النصايح بهذا الموضوع أنا بالنسبة لي أهم النصايح بأول ست أشهر من حياة الطفل نركز كتير على الموسيقى الموسيقى الكلاسيكية أو أي أنواع موسيقى هادئة للأطفال بالباكراوند بمحل ما أنت بتكوني قاعدة أو إذا الطفل بالسيارة نحط له ياه هاي من الأشياء الكتير بتساعد على التطور الذهني وتطور الحواس عند الأطفال وخصوصا بتهدئة الأطفال الأطفال اللي ببكوا كتير مش كتير عم بسكتوا مش كتير عم بيناموا بسهولة الموسيقى كتير بتساعدهم وبتساعد بتطور الحواس النظر ممكن نشتغل عليه بلعب بسيطة ألوان بسيطة حوالينا اللمس وهاي الأشياء كمان نشتغل عليها بألعاب بسيطة لمس بسيط تفاعل بسيط من الأطفال من الأم والطفل طبعا هلأ كمان في أحد أهم التطورات هي تطور النوم أو يمكن علاقته خلينا نقول بالغزا بدنا شرح مفاصلة عن هذا الموضوع مزبوط هلأ هو الغزا أو وجبات الطفل كتير باعتمدوا على تطور النوم أو النوم باعتمد عليهم هلأ الطفل أول ما يخلق بيكون عم بيأخذ من 8 ل 12 وجبة بنهار وهون رضاعة طبيعية عم نحكي بعد الست أسابيع بيضلوا عم بيأخذ من 8 ل 12 مرة بس منلاقيهم شوي شوي عم بيقلوا بعد الثلاث أشهر بيحتاج من خمس لست وجبات باليوم بالأربعة وعشرين ساعة كل وجبة بتتراوح من 180 أمال حليب لـ 240 حسب حاجة الطفل في أطفال ممكن يحتاجوا أقل في أطفال ممكن يحتاجوا أكتر بس بدو يكملهم بنهاية الأربعة وعشرين ساعة تمام تطور النوم بيجي مع الوجبات يعني نشوف إذا الطفل ما عم بيأخذ الوجبات اللي هو بحاجة لإلها ما بينام منيح بالليل لأنه بيصير يطلبها بس الطفل ست أسابيع خلينا نقول بحتاج أنه ينام أو منصير نشوف تطور بالنوم من ستة لثمان ساعات متواصلة خلال فترة الليل طبعا قبل الست أسابيع ما عنا أي تطور بالنوم يكون ثابت ما بيكون ثابت يعني الطفل بدو كل ثلاث ساعات تقريبا يأخذ وجبة يخلص الوجبة بينام شوي برجع بعد ثلاث ساعات بفي لأنه معدته بتكون صغيرة وما عم تكبر بسرعة عشان تلبي الاحتياجات وينام منيح عالست أسابيع منصير نشوف أنه صار في شوية تطور بالنوم يعني صار عم بمدها ست ساعات بالليل وعنده نومات متقطعة بنهار من ثلاثة لأربع نومات متقطعين بنهار بتراوحه من ساعة لثلاث ساعات مدتهم طبعا عم نحكي بعدنا عن النوم تطور النوم لعمر ستة شهور حكينا بعد ستة شهر بعد ستة شهر منشوف أن الطفل بينام بالليل من عشرة لتنعشر ساعة أو عشرة لحتعشر ساعة تقريبا وبيكون في عنده نومتين بنهار كل واحدة بتتراوح من ساعة لساعتين هلأ تطور النوم كتير له علاقة بتطور الأكل أو وجبات الحليب اللي عم بيخدها وانا من الناس اللي بنصح باشي اسمه كلستر فيدينج اللي هو بفترة بعض الظهر يعني عم نحكي من الساعة ثلاثة بعد الظهر للساعة ثمانية اللي هي وقت النوم انو الطفل ما ياخد وجبات كبيرة ومتباعدة عن بعض ياخد وجبات صغيرة وقريبين عن بعض يعني كل ساعة ياخد له رضعة خفيفة هيك بتساعد انو بتحوش له كالوريز أو وجبات صغيرة للنوم فبنام أحسن بالليل وما بيكون ماخد وجبة كبيرة وما بتنيمه بعد الظهر ويفضل ما نيم الطفل من الساعة ثلاثة بعد الظهر عشان نعرف النيمه بالليل بلل هيدا أهم شي طبعا أكيد مكفيين أكيد معاكن بس بعد هيدا البريك تكي ونرجع بعدنا مكفيين معاكن مشاهدينا وعم نحكي أكيد حديثنا عن التطورات اللي منشوفها على طفلنا بعد الولادة بمرحلة نموه لعمر الستة شهور هلأ بلشنا نشوف البيبي عم بعد أصبعه يمكن عم يعمل حركات هيك عم بده أي شي هيك يفرق فيه سنانه اللي هو يمكن يدلنا على أنه البيبي بلش يسنن شو هي أهم الدلالات اللي بتشوفها الماما اللي بتعرف أنه عن طريقة أنا ابني بلش هلأ فعلا عم بيسنن أول إشي بتشوف الترييل إنه بريل كتير بنزل كل اللعاب اللي بتموا لبرة فبطلوا يرقيل بس لما تشوف هذا الريالة مش يعني إنه التصنين رح يبلش بكرة أو رح تشوف سن بكرة ممكن الترييل يضلوا مدة ثلاث أشهر يضلوا ينزل اللعاب اللي بتموا ويفرق بعدين نبلش نشوف ظهور خفيف لأول سن وبهدول الثلاث أشهر خلينا نقول مع إنه اللعاب بيضلوا ينزل براتهم مثل ما قلتي بيحك بيدخل إيده يحكها ونحسوا منزعج كتير لأنه أعراض تصنين كتير بتزعج الطفل ما هو نحن بدنا نحكي على الأعراض يمكن الأمهات بتقلك أنه أنا أبني ضايج لأنه عم بيسنن في أعراض هي طبيعية وفي أعراض يمكن تكون مش طبيعية وبدأ استشارة الطبيب بدنا تفسير أكتر عن هالموضوع الأعراض الطبيعية هو إنه بيضلوا يحك جوا وأول حكي بيك تكون هيك من قدام لأنه اللثة التحتنية هي اللي بتبدأ تطلع لسنان الأولى والسنين اللي بيكونوا أول إشي القواطع بعدين اللثة الفؤنية بتبلش تطلع السنين الثانيين بعدين من نرجع لللثة التحتنية منطلع لسنان اللي ورا وبعدين للفؤنية فمنحس إنه الطفل مزعوج من عند لثته عم بينزل كتير لعاب بره وما عم بينام منيح بأثر عن النوم بأثر عن النوم طبعا لأنه الوجع بزيد بالليل أكتر من بنهار فبأثر على النوم ممكن كمان الأم تشوف إنه البيبي صار عنده إسهال أو صار في عنده مخاط عم بطلع مع الخروج حرارة كمان بنتج مع إنه الحرارة لا تعتبر حرارة سريرية يعني لا تعتبر حرارة من عارض مرضي بس تعتبر حرارة من عارض يعني هيك تسنين إنه حرارته بتزيد بس لما تأخذ ميزان الحرارة وتفحص الحرارة رح تحسها إنها زايدة شوي وعادة الحرارة شوي زايدة بتزعج بعض الأطفال أكيد طبعا هلأ بتختلف من طفل لطفل في أسنان في أطفال لما يسننوا عادي ما بتفرق معهم في أطفال كتير بنزعجوا يعني مثلا أنا التوأم اللي عندي بنفس الوقت تسننوا بس الولد ما كان يزعجوا البنت بكل سن يطلع كان مثلا حرارة وبكى وقلت نوم وكل هاي الأشياء فهي بتختلف من طفل لطفل من الأشياء اللي بتساعد على التسنين أو بتساعد الطفل إنه نعطي عددات العددات العددات تختلف أنواعها في عددات طرية في عددات كتير آسية في الأشياء اللي بتكون داخلها البرودة أو ممكن نجمدها ونعطيها صح البرودة كتير مهمة وفي عددات مسننة هيك بيكون فيها زي أسنان بيقدروا يعدوا عليها هاي من أهم الأشياء اللي لازم تكون موجودة وبتساعد الطفل إنه بالحق بتساعد الطفل بإنه يعد على يعني هي سليمي استخدامها ما أنا مؤذية أبدا طبعا نستخدم العددات اللي ما بتكون مدهونة بدهان مش مناسب للأطفال نتأكد إنها مدهونة بدهان مناسب للأطفال الربر تبعها أو المطاط تبعها معمول من إشياء مثلا صحية للأطفال ما يكون إشياء مش وثقين من صحتها لأنه كلها رح تروعة تموه تمام هلأ بعدنا مكفين عن التسنين وراح نروح مع بعض نشوف هيدا التقرير عن التسنين ونرجع عندما يبلو معظم الأطفال من العمر تقريبا الأربعة شهور إلى خمسة شهور تظهر عليهم علامات التسنين المبكرة الأولية وهي عبارة عن حكة باللثة مع الألم وارتفاع درجة الحرارة وعض الأصابع وتعكر المزاج تعتبر هذه المرحلة من أحد المراحل الصعبة التي تمر بها الأم والطفل على حد سواء على الأم مراعاة هذه المرحلة لدى طفلها كإعطائه أشياء يمضغها مثل الفكهة أو الخضار كما تساعد المشروبات الباردة الخالية من السكر على تهدئة لثة الطفل بعض الأطفال لا يعانون من هذه العلامات المبكرة لظهور الأسنان حيث تحدث لديهم عملية التسنين عند عمر السبعة شهور إلى ثمانية شهور طبعا شفنا مع بعض هذا التقرير عن التسنين أكيد والمرحلة صعبة كتير لأنه فعلا بتلاقي الأم ضايجة والبيبي ضايج أنه هي مش قادرة تلاقي له حال يعني أصعب شي أصلا تشوفي ابنك موجوع من شي ومش قادرة تعملي له شي غير أنه يمكن أن تضعطي مسكنات ومثل ما قلت المسكن بنعطى بدوز معين يعني بحجم معين ما فينا نزيد عليه لأنه أكيد بالنهاية بدر فنحنا ممكن نتلافع بطرق تانية خلينا نقول يمكن نلاقي حل مزبوط غير الفرجاتكم ياها البرش اللي بتيجي على الأصبع بنقدر نستعمل إذا الطفل عم بيوكل مثلا خيارة جزرة قطعت فواكه إنه يعد عليها بس كمان نرجع إنه لازم تكون باردة فبتنحط بالفريزر مسلا وبيمسكها وبيعود عليها هون بدنا ننتبه إذا الطفل ما بيقتر يبلع ميح عنا خطورة الاختناق ففي أدوات معينة زي هيك بتكون منخل بنحط في الفواكه أو الخضار وبتسكر من فوق وهو بمسكه وبيصير يوكل الفواكه أو الخضار الباردة كتير فبتعطيه البرودة وبنفس الوقت بيعد عليها وبيخد العصير طبع الفواكه أو الخضار وهي فائدتها هون فعلا عم تكون فائدة كبيرة باتجاهين خلينا نقول أنه الاتجاه الأول عم بخفف ألم البيبي من أسنانه وبنفس الوقت عم ياخد فايدة الغزاء اللي هو إن كان فواكه أو خضار صح ومثل ما قلنا السوائل كتير مهمة بهذه الفترة لأنه جسمه بيحتاج لسوائل أكتر عشان يضبط الحرارة ولأنه بيخسر جسمه كتير من اللعاب فلما يخسر اللعاب كل السوائل عم تطلع من جسمه فنحاول نعوده بالسوائل إذا ما عم بيحب الحليب لأنه في كتير أطفال بفترة التسنين ما بيحبوا الحليب لأنه الحليب بيزيد من إنتاج الميوكس أو اللي هو المخاط اللي بيكون هون وهذا المخاط بضيقهم فنلجأ للعصائر الطبيعية اللي بتعطيه السوائل وبتعطيه الفتامينات اللي بيحتاجها مثل عصير التفاح مثلا فهاي بتساعد أنه بألام التسنين وبتعطيه السوائل وبتساعد كمان أنه نعطيه شيء يتسلة فيه أكيد هلأ فيه إشيء يمكن كمان ممكن نحنا نعتبره نوع من أنواع المهدئات خلينا نقول الأعشاب الطبيعية هلأ الماما فيها تلجأ لهيك إشيء ممكن أن تستخدم الأعشاب الطبيعية كسوائل بما أنه نحن طفلنا بحاجة سوائل فينا نستخدمها كسوائل ومهدئة بنفس الوقت للأعصاب مظبوط منستعملها إذا الطفل بلش عم بيوكل الأكل الصلب ومنقدر نستعملها بس ما نلجأ لها بدل الحليب لأن الطفل بهاي الفترة بيكون محتاج للأملاح والفيتامنات اللي هي بالحليب فما نلجأ لها مثلا كل نهار يأخذ هاي الشاي أو هاي الإشياء عشان ما نعودوا عن الإشياء اللي بدوا إياها مكفيين أكيد رولا بس بعد هاي دالبريك تاكي ومنرجع رحب فيكم عن جديد مشاهدينا وحديثنا هلأ عن اللهاية اللهاية مع أنه في جدل كتير كبير حول استخدامها برغم أنه في دراسات أصبتت أنه ممكن تقلل من الموت المفاجئ أضرارها وعوارضة وإذا فيه إلى فوائد بدنا نحكي عنها أكيد هلأ اللهاية مثل ما قلتي ممكن تقلل من الموت المفاجئ عند الأطفال الرضع أول ما يخلقوا لأنه هو نايم بيضلوا عم بمس فبيضلوا عم بيحرك فالجهاز العصبي عنده عم بيضلوا يشتغل وبالتالي كل الأجهزة عم بيضلها تشتغل عادة الموت المفاجئ من لقيه صار من توقف مفاجئ بأي من أجهزة الطفل ويصير في عنا موت مفاجئ فعشان هيك هي بتقلل من الموت المفاجئ وما بتخلي الطفل يصير عنده توقف بأي من أجهزته بتساعد كتير على النوم ليش؟ لأنه الطفل لما عم بمسها عم بيطلع زي إشارات مهدئة للدماغ وبالتالي الدماغ عم بفرز إشياء بتساعد بتهدئة الطفل ومساعدته على النوم ويمكن كتير من الأشخاص بيعرفوا أنه كتير من الألترا ساونز اللي منشوفها عند الحامل بيكون الطفل عم بمس أصبع فهي إشي طبيعي أنه الطفل يلجأ له عشان يريح حاله أنه يمس فالمس من الأشياء اللي بتساعد الطفل أنه ينام ويرتاح طبعا إذا الطفل عم بمس أصبعه وكان جعان ما رح يعرف ينام فهي منلجأ لها بعد ما نكون تأكدنا أنه الطفل أخذ وجبته وشبعان جاهز للنوم بالأشياء اللي حكينا عنها بالحلقة السابقة بتساعد الطفل أنه ينام بعدين منلجأ لها كخطوة أخيرة إلا حتى الطفل ينام يعني عادي نلجأ لها أنا من الأشخاص اللي بحبها بس ما منلجأ لها بكل ما الطفل يبكي يعني ما بتكون ذكي أنه تسكيتة الطفل هي منلجأ لها بس بتخت وبس بفترة النوم وبيمسها الطفل لمدة دقيقتين أو ثلاثة وبيروح بنوم عمي يعني أنت بتنصحي باستخدامها بوقت النوم فقط يعني مش خلال النهار خلينا نقول إذا بدوا ينام بنهار أوكي بس خلال النهار أنه بتلاقي أحيانا أميات كل الوقت البيبي لها يبتنوم هنا خلط هذا استعمال خاطئ للاهاي لأنه بكون خلال النهار الطفل عم بلعب عم بيسمع أصوات بيصير بده يقلدها بيلاقي فيه لهاي بتمو فهي زي كأنها بتوقف تطور اللغة وتطور الحركات عنده وكمان لما طفل يبلش عم بصحف ويلاقي لهاي قدامه بصير هو لحالة يحطها بتمو وهيك بيصير بتعود إنها دايما مسكرت له تمو وبالتالي كمان إذا كانت مثلا على الأرض بتكون عم بتلم جراثيم طبعا فبيصير فيه جراثيم عم تنحط بتمو ماهون أنا بدي أسألك سؤال عن هيدا الموضوع اللهاية إذا نحنا استخدمناها واعتمدنا استخدامها متل ما تفضلت بوقت معين بنهار يعني استخدام سليم خلينا نقول نحنا اللهاية إلى عمر معين لازم نستبدلها فيه يعني بتموت خلينا نقول أولا لهاية خلص خلص عمرة لازم جيب واحدة جديدة هلأ إذا لقينا إنه صار فيها تشققات خليني أفرجيكم على هاي اللهاية عادة إذا هذا الجزء منها صار فيه تشققات بلشنا نشوف إنه ببلش بده ينمزع لازم نستبدلها طبعا لأنه بصير في عنا خطر اختناق إذا لمزعت وبلعها بصير في عنا خطر اختناق نستبدلها إذا لقناها احترت وفي إلها أعمار معينة فمثلا هاي بتكون مكتوبة عليها من زيرو لسكس أو أحجام معينة زيرو لستة يعني من عمر الولادة لست أشهر من ست أشهر لسنة إلها شي تاني يعني إلها حجم تاني فبتكبر منغيرها حسب عمر الطفل ولازم نبدأ يعني نوقف استعمالها بعد عمر السنتين لأنه بعد عمر السنتين تبدأ تأثر على نمو الفك السفلي للتوم وبتأثر على شكل الفم فعشان هيك يعني منوقفها بعد عمر السنتين وأنا مناصل بنصح أنه نوقفها من بعد عمر السنة وشهرين طيب لين؟ عشان بعد عمر السنة وشهرين بصير يتعلق فيها كتير وبيصير صعب أنه نوقفها كيف منوقفها لما نشوف أنه صار الطفل عنده روتين معين للنوم مثلا ينام إذا بسمع صوت معين مثل مثل موسيقى معينة أو صوت ضوضاء بيضاء ينام على ساعة معينة مع لعبة معينة وقتها منقدر نستغني عنها أنه منشوف يمكن ما إلح حاجة بهذا الوقت بالضبط وهيك منصير شوي شوي نخلص منها هلأ في كتير أمهات بيسألوني أنه أنا ما عودت ابني على اللهاية صار عمره ثلاثة شهر وبلش يعطيني أعراض التصميم وما عم بينام منيح بالليل بده إشي يعود عليه اللهاية بتكون كتير مفيدة لعمر التصميم بتساعد الطفل ينام بتساعده أنه يعود عليها وهو عم بينام فبنيم حاله إذا أنت من الأمهات اللي ما عودوا طفلك على اللهاية بدنا نعوده على ثلاثة شهر ما رح يقبلها رح يصير يبدؤها ويحسها أنه جسم غريب عليه فممكن مثلا تيجي تجاربي تحتيها بتم الطفل خلين نقول أنا حاملة طفل مثل هيك باجي بحطها بتم الطفل أول إشي رح يرفضها هيك رح يصير بلسانه يتفشها صحي فأنتي لما يرفضها ما تحتيها بتمه غصبا عنه هيك برفضها بزيادة بتصير يتحتيها وتقيميها من التم تحتيها وتقيميها كأنك عم بتلعبي كأنك عم بتلعبي رح تيجي لحظة يصير بده إياها لما بده إياها أنتي بتقيميها زيك إنه فكرة المملوع مرغوب فلما يشوفها عم تطلع منتمو بصير يمسكها بزيادة وهيك شوي شوي بتحبيبي فيها ويفضل ما نحببه بلهاي بوقت هو يكون بده ينام ومش عارف ينام نحببه بوقت لعب فهيك وقت بعد الظهر عم بلعب يخدها هيك دقيقتين ثلاثة بعدين نلجأ لها بوقتنا يعني نعتمد بطريقة مثل ما قلت لعب هيك حياخدها ما هيحس أنه شي مغصوب عليه بالذكت بس رح نروح اللق مع بعض لنشوف هيدا التقرير هل نرجع تعد اللهاية بالنسبة للأطفال الرضع وسيلة إرضاء واسترخاء ناجحة حيث أنها تهدئ من روع الطفل سريع الغضب وصعب الإرضاء وتحقق له تسلية مؤقتة تساعده على النوم وتشبع غريزة الرضاعة لديه وتخفف من عدم الارتياح الذي يشعر بها الطفل أثناء السفر حيث تخفف من آلام أذنيه الناتجة عن الضغط العالي داخل الطائرة قد يؤدي استخدام اللهاية المفرط إلى مشاكل في اللثة والأسنان ومن أهم الجوانب الهامة عند استخدام اللهاية هو معرفة متى يجب التوقف عن استخدامها شفنا هيدا التقرير عن علاقة الطفل باللهاية طبعا أكيد في كتير بتلاقي فعلا نحنا كأمعات من خاف على أي تفصيلي قد ما كانت صغيري من أهم التفاصيل بدنا نحكي عنها هي اللهاية بتأثر على الرضاعة الطبيعية بأول أسبوع ممكن تأثر لأنها بتعمل زي كونفيوجين إن طفل إذا مص لهاية رح يكون المص غير عند لما يمص الرضاعة أنه صدر الأم فبأول أسبوع ممكن تأثر بعد الأسبوع الأول بعد ما نشوف إنه صار الطفل يتملك المص من صدر الأم وما عنده مشاكل ممكن نلجأ لهاية بس كمان بوقت النوم بس ما يكون جعان وعم بمص لهاية أو عم بمص مصاصة خلية نقول أنينة حليم من الأشياء اللي أنا حابة شوي أركز عليها باللهاية تعقيم اللهاية لأنه اللهاية من الأشياء اللي بتحوش كتير أمراض فمنعقمها زي ما عم نعقم الأناني بجهاز التعقيم ممكن بهذا الجزء من اللهاية يصير في عنا جراثيم فيفضل إنه نجليها بطريقة منيحة وبعدين نعقمها فيه كمان زي وايبس اللي هنا مناديل مبللة خصوصي لا تنظيف اللهاية إذا بدنا نأخذ اللهاية معنا برا أو وقعت على الأرض كمان هيك من نظفها فنحرص دايما تكون نظيفة عشان هي بتنقل أمراض يمكن الطريقة المعتادة اللي هي الأمهات بيستخدموها لللهاية أو حتى للبيبرون بتلاقي بيستخدمو الغلي بالمي هيدا طريقة يمكن سليمة وكمان سريع ممكن نغليها بالمي بالزبط هلأ كمان بدنا نحكي عن اللهاية بس بدنا نحكي هلأ هي قلنا نحنا أضرارة يمكن وقلنا نحنا في إلى استخدام سليم بس بالمختصر المفيد بدنا نخبر مشاهدينا لهاية هل هي الضرر أم ضرورة فعلا هي مفيدة وين مفيدة وين لا هي ضرورة لعمر السنتين بعد عمر السنتين بصير فيها ضرر على شكل الأسنان ونمول الأسنان وتعلقوا فيها وبتقلل من النطق يعني تطور اللغة عند الأطفال بس هي ضرورة بأول سنتين طبعا مع يعني أنه تعرف الأم كيف تستخدمها طبعا الأم الحامل بتقدر ببداية أو خلينا نقول قبل ما تولد بفترة بسيطة أنه هي تقدر عن جد تجهز هذه الأشياء يعني لهذه يمكن بعد بد عمر كتير أنه يمكن خلينا نقول كم شهر تقدر بهذه العمر تروح وتحضرون ولا بعد بكير طبعا لازم تجيب لهذه الخصوصة خصوصية لطفل حديث الولادة يفضل إنها تكون بي بي اي فري اللي هي بلاستيك فري يعني هذا الجزء ما بيطلع بلاستيك للطفل يمسوا فتنتبه لهذه الأشيي كمان في منهم نوع بيكون أرثو دونتك أرثو دونتك يعني ما بتأثر على نمو الأسنان أو الشكل الخارجي للفك وكمان في منهم بضووا من هون يعني فهاي مفيدة أنا بلاقيها للطفل أول ما يبلش يكبر يعني بعد ست أشهر ويصير هو واعي إنه يمسك المصاصر ويحطها بتمه إذا وقعت بالليل من تمه رح يقوم يدور عليها فإذا كانت عم تضوي من هون بلاقيها بسرعة وبيحطها بتمه هاي كمان من الأشياء اللي ممكن تكون ضرر لهاية إذا الطفل تعود عليها كتير بالليل رح يظل يقوم يفتش عليها فخليها لأم تعودوا كيف يلاقيها في منهم بضووا فهاي بلاقيها بالليل وفي منهم فعلا صار في ابتكارات لأشكال جديدة يعني بتلاقي نحن كتر شي بخوفنا أنه اللهاية وقعت على الأرض ممكن فورا طلقت جرسين في منهم بتلاقي فورا في إيلو كفر يعني تلقائي بتلاقي اللغة بيسكر بس السؤال الأهم بتأثر على نفسية البيبي اللهاي يعني بما أنه أنت تفضلت وقلت قبل أنه هو عم بحس كأنه في شي عم بيسكر له طمه ممكن فعلا نتأثر على نفسيته بتأثر على نفسيته بعد عمر السنتين أو خلينا نقول بعد عمر السنة ونص اللي هو أحسن عمر لنتخلص منها طبعا هلأ هيدا وكله بس مكفيين بعد هيدا البريك تاكي اوم نرجع رجعنا لكم عنه جديد والحديث رولا هلأ عن ضوجة الأولاد وقدي حيعملوا ضوجة وقتها منطلع معهم برا فما بالك إذا عم سافرين على الطيارة شو حلها هيدا القصة؟ هي السفر على الطيارة شوي مشكلة مع الأطفال هلأ خلينا نبدأ بالأطفال الرضع إمتى بنقدر نسافر معهم؟ عادة الطفل الرضيع إذا عمره أسبوع بقدر يسافر على الطيارة يعني لما تطلع الطيارة ما رح يأثر عليه إشي على صحته بس يفضل لما تطلع الطيارة وتنزل الطيارة يكون فيه إشي بتمه عند الإقلاع والهبوط عند الإقلاع والهبوط لازم يكون يا أنه عم برضع رضاعة طبيعية أو إنه فيه أنينة بتمه وعم بشرب إشي أو فيه مصاصة عشان ما يأثر على ديني لأنه لما تطلع الطيارة فيه ضغط بيصير على ديني الجزء الداخلي من الدينين بعمله وجع كتير كبير وممكن إذا ما قدر يتحمله يعمله زي مشكلة بالأذن فعشان هيك منفضل أنه عند الإقلاع والهبوط فيه مصاصة بتمه أو أنينة حليب بتمه حالة للأمهات اللي برضعه رضاعة طبيعية رح يصير فيه تأثير على كمية الحليب على الطيارة يعني لما تطلع الطيارة بالأجواء الخارجية بصير فيه تأثير على هرمونات الحليب وممكن تتقلل من كمية الحليب وزائد أنه الأم بتكون معجوقة وعم بتحضروا هذا الشيء فنسائحي للأمهات اللي عم بيردعوا رضاعة طبيعية بس والطفل ما عم بيأخذ حليب صناعي أنه تعمل بمبينج أو تشفط الحليب قبل ما تطلع الطيارة وتحضر له تكون محضرته مسبقا وبمرق معها يعني ما بيعملوا أي مشاكل عليه كمان على الطيارة يفضل أنه نعمل جدول أنه ينام الطفل بوقت السفر لأنه أول إشي في عندنا صوت ضوضاء البيضاء اللي حكينا هو من الأصوات اللي بيحبوها الأطفال بأول ثلاثة أشهر من حياتهم رح يظل يسمعها متواصل على الطيارة صحي وعشان تقدر الأم يعني تقعد بأريحية فمثلا إذا عنده جدول نوم قبل موعد السفر شوي تأجله إياه أنه ينام على الطيارة خلينا نقول بدنا نلعب على وقت النوم بزبط بدنا نلعب على وقت النوم هلأ في أمهات ممكن يعطوا أدوية بتنيم أو أدوية ممكن تساعد أن تنيم الطفل على الطيارة يفضل باستشارة الطبيب ما ينعطاه بطريقة عشوائية بطريقة عشوائية لأنه كثير من الأمهات يلجأوا لأبي لأوا طريقة سهلة ومريحة وخصوصي للسفر الطويلة للأسف أحيانا متضطر تكون مسافرة ل 17 ساعة فتلاقي أنه تحتاج أنه تنيمي البيبي يعني مشانك ومشانك كمان الموجودين بس هلأ في دراسات جديدة عملت على مضادات الهستامين واللي هي عادة الأمهات بلجأوا لها عشان ينيموا الطفل لقوا أنه مضادات الهستامين في بعض منها بيخلي الطفل هايبر أكتف أكتر بصير ضايج وبدو يتحرك أكتر عنده طاقة زيادة بدو يفرغها وعكس ما هي لازم تعمل فننتبه يعني أتليست على الأقل تكوني مجربة مضاد الهستامين اللي بدك تعطيه على الطيارة وطبعا باستشارة الطبيب تمام أكيد لازم نحن نكون حذرين بأي شيء عم نعطيه لأطفالنا هذا شيء مهم بدنا نحكي يمكن أكتر على البكة بالطيارة هل هو سببه إزعاج أو ألم معين بيشوفه البيبي أو بيكون عم بيعاني منه البيبي ولا هو بس مجرد خوف من ركوب الطيارة هو ألم معين عند دنيا بيكون عم بيحس فيه الطفل خصوصا الطفل الراضي إذا عم نحكي عن طفل فوق عمره السنة طبعا هو نضغط ما عنده مساحة يتحرك فيها ما عنده إشياء فهون عندنا نصاحي أنه تجيب ألعاب صغيرة أساس صغيرة إشياء كل ساعة تطلع له لعبة صغيرة إذا مسافر طيران يعني طويل نحاول نلقيه الشيء اللي هي طبعا طبعا حكينا اليوم حديثنا كان مطول عن التطورات وقدم نشوف تطورات عند أطفالنا كان جسدية أو خلينا نقول على مستوى الدماغ بس بدي روح هون لسؤال كتير مهم وبيخوف كتير الأهالي بصراحة هو أنه مرض التوحد اللي منشوف فيه وقوف بعملية التطور للطفل فبدنا نعرف شو هي أعراض مرض التوحد أعراض مرض توحد نقدر نشوفها بعد عمر السنة أو عند عمر السنة فإذا ابنك عمره سنة وما بيزقف بإيدي أو ما بيحرك إدي بهاي الطريقة أو ما بيأشر بإيده بأصبعه على الإشي اللي بده إياه ممكن يكون في عنده توحد العرض الثاني إنه إذا عم تحكي معاه وما عم بتطلع بعيونك يعني ما بيعمل الإي كونتاكت هذا ممكن يدل إنه في عنده توحد والعرض الثالث هو إنه إذا بيبكي كتير لما بده يعبر إنه بده إشي ما بقدر يحكي باللغة إنه بده إياها ما بقدر يأشر بإيده إنه بده إياها فبيبكي هذا عرض إنه يكون في توحد هلأ بهاي الحالة بدنا نلجأ لمراكز المتخصصة لعلاج التوحد أو طبيب الأطفال اللي يدلها على المراكز المخصصة طبعا فيه إلو فحوصات معينة بتنعمل لا نعرف نحن طفلنا بأنه في عنده مرض توحد أو لا طبعا وفحوصات معينة وبعدين فيه علاج بسيط ممكن لهم تعمله زواء بالأكل أو بتفاعل أو هاي الأشياء يعني كمان فيه إلو حل مش إنه إشي بيخوف كتير إذا طلع عند الطفل المرض التوحد خلينا نقول هو مرض مثل ما قلتي ممكن نشوف إلو علامات أو دلالات معينة بنعرف إنه هالطفل مريض مرض توحد بس بدنا نقول فيه إلو أسباب معينة ممكن تكون إلو علاقة بالبيئة المحيطة فيه ممكن يكون إلو أسباب صارت بوقت الحمل مثلا إذا الأم كبيرة بالعمر وصار عندها حمل ممكن يكون بزيد من احتماليات يكون في عنده توحد ممكن إذا الأب والأم أرايب هو تجوز وممكن يزيد من احتماليات توحد إذا فيه إلو عامل جيني إذا عنا بالعيلة ناس عندهم توحد ممكن الطفل يطلع عنده توحد وفيه بعض الأغذية كمان بتأثر على توحد أو تزيد من احتماليته كما إنه بعض الأغذية ممكن يتعالج التوحد فإلو كتير أسباب بس هاي أهمها هاي من أهمها فيه ناس ممكن تقول أو تخافت قلت لك هلأ مثلا نحن يمكن ما بيشوف ناس كتير أنا أبني بيعاني إنه كل الوقت لحاله على التلفزيون هيدول الإشياء معقول يكون فعلا إلون تأثيرات مثل ما بتأثر مثل ما قلتي مثل ما بيأثر يمكن عامل الجينات بتأثر القاعدة على التلفزيون كل الوقت أكيد بتأثر هلأ الطفل اللي عم بيقعد على التلفزيون كل وقت ما عم بتفاعل مع ناس قده ولا عم بتفاعل مع البيئة الخارجية فممكن تزيد من احتمالية التواحد أو إذا عنده عامل خفيف بتزيده فمنفضل إنه دايما يكون فيه تفاعل تواصل اجتماعي مع الأطفال اللي قده فيه كمان بعمر الولادة لعمر الست أشهر حصص تعليمية أو تفاعلية مع الأم والطفل بتكون منها إنه بتحرك الطفل وبتعلموا عن رياضة من هو وصغير ومنها بتسمعوا موسيقى وهاي الأشياء فمننصح الأم تدور على المراكز المتخصصة بهذه الأشياء لأنها كتير بتفيد الأم والطفل بتعطي زي كواليتي تايم يعني الأم بتقضي وقت حلو مع طفلها وطفلها بستفيد كمان مثل العاضي رولا عم بتعطينا معلومات مفيدة جدا وغنية وأكيد لمعلومات أكتر بكتير عن غيزة الطفل وخطوة الأولى اللي بدوا يمشي فيها خلينا نقول هيك هيدا وكلو بحلقتنا جايين طرونا بس لا تنسوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة